حتى الإبداح حبابة الفي مرحبتين حبابة دوحة متنازغة وفريدة للمواهب فاتحة بابة بيها كم شعرها غنون حيّروا فقار الكتابة الكوميديان والممثل يمسحوا حزان الغلابة المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابة دوحة الإبداح منانا في شهر رمضان وانا دوحة الإبداح حبابة مرحبتين حبابة مشاهدي الأكارم تحية طيبة كامل الترحاب ونحن نجدد العهد ونعود لنواصل مشوار الإبداع الذي بدأناه بكل الحب متكين على ظل ذات الدوحة دوحة الإبداع نحن وأنتم في حضرة الإبداع والجمال بمختلف ضروبه فنًا ولحنًا شعرًا ومعنى ريشة ولوحة طرفة وضحكة والكثير الكثير من الإبداعات نقولها لكم عورة دوحتنا الوريفة يزعدني اليوم ويكون في حضرة شعراء شباب فنان غامة كوميدي والدلعوض مرحبك طيب والدلعوض الشهير بي والدلعوض حبيب والله فاحب برنابي قبضتك الشهير حبابك والله يا أخي الزميل والأخ الجميل ماجد أحمد قاسم وحباب كل ضيوفك والله يدك الصحة والعجل والله يسعيدكم معاك يا أخي الله يكلمك يا أخي للموسيم الثالي يا أخي الثالث الثالث أبشر أنا ربوني ليسرار الرفاق مافت أبوي الليدو يوم ضرب الخصوم بتنت ما خيبت ثقتو يوم خليت بيبت صحيح أنا قلبي بأهمن كتير مردوم إلا برد زعل لي رفيقي ونوم أمي الخاتية فعل الفحش خاتي اللوم ما جابتني راجل شانهين حروم أبشر والله أبشر والله حبابك والله ماجد أحمد قاسم سعيد أنه الليل أطل على برنامج دوحة اللي بدع وإن شاء الله نقدم حاجة خفيفة طريفة تفيد المستمع إن شاء الله حبابك والله يا أخي مرحب أيضا من ثاني الفنان المبدع اليوم الحزين عن قمره في نص السماء الحبيب الساري حبيبتينا كمان الله يكلم شر الحزن يا أبرا حباب ماجد أحمد قاسم ومرحب بالمشاهد الكريم رمضان كريم عليكم والصوم وتفطر على خير إن شاء الله سنديكم بارد وربا يعيكم إن شاء الله ربا مننا ومنكم إن شاء الله أسلام الله نهرنا شديد يا أخي ورحب أيضا بالشاعر الغامة التجان الصافي حسد الغوافي حبابكم قدري ما انكتبت حروف غوافي وحبابكم تاني يا الغبوشة الكرمكم كافي سلام لي كل زود سوداني صادق ووافي وسلام لي كل من عرف التجان الصافي ورحبكم والله ورحبان كريم علي كل المشاهدين وأنا مبسوط جدا أكون في حضرة ماجد أحمد قاسم ذو حد الإبداع لك التحية والله لك التحية والله الله يكريمك وضلعوض ديك العافية نحن مدعودين والله على الطرب أول شيء قم أبو حجاج دي طلع لينا شنو أغنية يبدأ لينا بداية جميلة والله يا ماجساتك قلت لي نحن مدعودين على الطرب وضلعوض أنا قلت لي قلت لي أبدأ أبدأ لينا فاجاتك مفاجأة شديدة نحن مدعودين على الطرب يا سلام والطرب العصير والسيرة العجيبة أبشر هتغلل المغنية شنو أشتغل عمل للشاعر السر بالنور له التحية والله بالتانية جدد ليه وتاني التحايا ورمضان كريم عليه بين كلمات السر بالنور والحاني طبعا الحانك أغنية الصيدلية الصيدلية نخش يا الصيدلية شلت ده هذا الله العظيم دخلنا الصيدلية دخلنا نخش موسيقى موسيقى مركضك عصاري يال ولح تيناري مركضك عصاري يال ولح تيناري يال ولح تيناري دمعي صف جاري الله يقلم الصيدلية الله يقلم قلبي زكي زكي يال ولح تيناري موسيقى 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 يالك أحلى ديوني يالك أحلى ديوني ما بعيش بدوني الله يقلم الصيدلية الله يقلم خلبي زي دادي يالله يقلم بلالة ليس نوني يالك أحلى ديوني بلالة ليس نوني يالك أحلى ديوني يالك أحلى ديوني ما بعيش بدوني الله يقلم الصيدلية خلبي زي دادي يالله يقلم لاكي جنة جنة يا طولتي مني لاكي جنة جنة يا طولتي مني يا طولتي مني أبعدك مني الله يقلم الصيدلية قلبي زي دادي يالله يقلم مركبتك عصاري ياله ولحت ناري مركبتك عصاري ياله ولحت ناري دمية أصب جعري ياله ولحت ناري كل مركبتك عصاري دمية أصب جعري ياله يقلم الصيدلية ياله يا طولتي ياله يقلم موسيقى يالك احناد عيونك ما بقى يجلدونك الله يعلم الصيدة لي قلبي زيبي عدي الله يعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الابداع لا والله يا زودا خطير والعين بتاع الوروية الجايب ولك يسر مهيلة والله يسر مهيلة عندك زول مبدع زول غناي والله وعزاف ياه والله تحية يسر مهيلة والله البياء ينفعه الجنة تبينه العداد لقد تحية يسر الحطور خانيق في دوحتنا الوريفة في هذا السلام والله دوحة سليش شكله جميلة والله كل جمال ياه والله كل جمال والله بطلتكم البهية وضل عوض نحن نخد شعرة في فتيلة ولا هدينا من اسكشاتك الجميلة والله يا أخي الشعرة والفنان يتعرفون بديل فجأة كذا ظهروا زي البوكو كتار خلاص بيكو كل يوم طالح فنان وشاعر والله يتقول الفنان ده جي معاه وشاعر فيه يده كل يوم من ثلاثة ما يأخذون نازل بغنى التراث السميح والله والغنى البسيط الجميلة والمعانيه كبيرة وغنى الروابة ومسكت الساحة ومسكت الساحة والله والله شرف لينا عظيمة لينا وليكم والله والله يزال نفسياء غني نفسياء غني نضغط فنان والله هذا شخصية فنان بعني حبيبي يا أخي حبيبي يا حبيبي حبيبي يا أبو حجاج أسعنا مرات يعني السودانيين مرات لما يلاقوا زول مشهور بيغلبوا التعبير يعني مثلاً فجأة كده لقيت أبو حجاج مثلاً في محل وغود والله في مضعم والله كده يعني ده أبو حجاج يعني الناس بتختلف أي ظل بيختلف من الثاني يعني 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 يقوم يعني لما نلاقي أبو حجاج فجأة كده يقوم يقول له كيف أبو الضلعوض؟ الله يمتابع لك يا أخو الله يقوناك سبع خلاص عانا الظلجات وكيف سبع يعني ناس ده بتعرب هذا وبغني وقام قال ليه وش نقول ليه كيف أبو الضلعوض الضلعوض الضل بتاع كوميديا كوميديان كيف تقول ليه كيف أبو الضلعوض والله يقوناك بيعجبنا يعني إحنا السودانيين لما نلاقي زول مشهور كده من الفرح الشيطان مغلبنا؟ آيب يغلبنا بنجوط الشغلة الجوطة شديدة يعني ناس لما حجاج تكون مرة علي مواغف زيدي كثيرة عليك الله بسك في الناس مش بيلاقوب بيقول لك كيف همليوة؟ معيني بيشبه مليوة الله يمليوة الله يمليوة الله يمليوة الله يمليوة الله يمليوة تحضر الأزالة الله يمليوة الله يمليوة حبيب والله التإضافة والله حاجية لي إذا بحضنا الوريفة اياك والله يتزم يا ماجد ياخي تدقزون المبدع والله الله يتذكر عام والله يتذكر صحراء بتجيب ناس جميدين والله دائم الله يتذكر عام عليه كلام زي المواقف دي قعد تمردك يعني أنا أنا أعرف بلا قرد تقسر عليه وشنبقي تفجأ كده المزيح يعني أتلاقيك مواقف زي أنا أطلع من الحلقة أحده لك لا لا أrada لك إنتن معزول المزعوني يحب الي لدينا نحاجة أühl Elvis أقليه أي هلم أشاعر ياخك أحضرتك بس الواضحة بس كولا كلي صغير على الإشار ي weaknesses كنت لآيب عليك قفت بتجهير嗎 يا سلام خديك يا سلام منايع أجيك قريب ويدي تسالمي يديك يا سلام عليك يلحيز المكارم وبالرضاوات ديك بيك مهتم ويزعد نتعرف بيك يا سلام عليك أبشر الله أبشر 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 الله أبشر يا تكتر والله و سودانين جميع بلد آصدهم في قناي وأهل الجود وأهل العز وأسياد راي قبل ما تهيل عليك شمس الصباح بيجاي بجي الجوز زاد وشان يشرب معانا الشاي أبشر نطر العز دائما في بيوتنا بيمطر وخيانة الرفيق في بالنا قط ما بتخطر أن إحنا كرمنا ما بينقال فقافي وأسطروا الجوز زاد بيجي ديواننا بس شان يفطر يا سلام علي ما فينا البسي بدينوا وبقولوا ارتدى والحج والطوافنا مشيلوا كدي من جدة أن إحنا كرمنا ليه باقي الخلوق بيتحدى والجوز زاد بيجي ديواننا شان يدغدى أبشر خلق جسمنا من صوت العنج ما كشة نحنا معزة الدعج الطرية وهشة أن إحنا قرارنا فيه باقي الخلوق بيتمشي والجوز زاد بيجي ديواننا شان يدعشا ما بتلقانا بايشين الحديث من شاتم ولد جرسنا في اليوم بسموه من كاتم كان من خاوش أن نعقب عروض ناس حاتم نقلع نحنا من دينا الرسول الخاتم نوع الخاوش أن سبت دماء من ناسنا ولد حدسنا بايشين الحديث حداسنا كان قلنا الرفيق إن شاء الله ينهد ساسنا نلبس توبك أعز ونمشط راسنا أبشر ما تغزلنا في بيت مبت حقة وصابنا وفي بيت فارغة كالضابة اللي بقولك شافنا من هيبتنا إبليزات وطاعنا وخافنا حبنا للوقا من بعد حب شنكافنا ما فرزنا بين الناس ده أسود وأبيض ومولانا الكريمة هدانا قلبا أبيض جاخين نحنا دايما بالجلوبة اللي بيض والبلغانة بالباشر بيوما أبيض أن إحنا مكوك ونحنا ملوك ونحنا فطاحلا نحنا العزة للدعجة مقداما واحلا في الدنيا المدورة كالسحابة الراحلة من موت فوق وقنه وفي معيونا انكاحلا أن إحنا نجنن المجنون من أمره الجنه ومن عاداتنا نحترم الكبير في سنه عندنا عزة ليسيد مال ولا من الدنه أسياد حكمه والجود كله محتكرين الناس يا تحكمه أبشر بالخير والله أبشر بالخير فضل الجود ده ما أخلى له حتة لا أخلى حال والله يفطروه أدوع شوه أقبل بجاء يقى الجود قرب يطبح لنا هنا خاروق والله أرحى والله يدعون الجود بيتهم عامل عديد قلت لكم ملساقبت الفطورة الله لك التحية يا حسنا أبشر بالخير والله بتحكيه طالله أظنه يستغوش شايف عامل ذات لك التحية والله والله طبعا أنا وضل عوض أعدك جدا تظل الفرحة والله حبيب والله طبعا يا المشاهد الكريم دائما الكوميديان أو الفنان زي وضل عوض أنا متلاقية إنت لو عندك وفاء لو إنت حزين كذا فجأ وضل عوض أنا نزل الفرحة والله صراح والله يقعد تواجهنا الحاجات والله يتواجهنا يا أخي أنا طبعا يا ماجد عندي وفاء جديد طوال اليوم الرحمة في شرق النيل في وادي سوفا جيت الوفاء بعد ذاك في يعني زول مستبعدني تماما من شرق النيل يعني ما عارف موديني من الجزيرة موديني من حتة تانية لما اللي أقاني في الوفاء استغرب كذا إذا في الجماعة كنتم الزل الفنان دا جابيني شو يا أخي الزلدة لحد لي ما حصني وقعد معي كذا قال لي كذا قال لي هاي زيك أستاذ قلت لي يا أخي ديك العافي حبابك والله مرحبيك يا أخي قال لي يا سلام والله دراماتكم عجيبة خلاص يا أخي وقلت لي يا أخي كان مكان عزا وكذا يعني وحي دا حاجة ديك كذا قال لي يا أخي ما شاء الله والله قال لي اسمع يا أخي صورة كذا قلت لي لا 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 صورة شونية يا أخي الزلدة جديدة وقلت لي قال لي يا أخي يا سلام يا أخي قاعد معنا لحد الخسارة قلت لي لحد القرع ما ينتهي لا ينتهي لقاعد معاه ما عندي مشكلة قاعدة ديك الداغونا مشيلا ديلي الفرحة متفاجئة إنه لاقي نجم عبر العراس والله لكن مدعبة يا أخي والله مدعبة شديدة والله مدعبة يا أخي والله ما اتذكر برضو كان مع الوالدة كان شو يا ربا يدها الصحة والعافية جيد داخل المستشفى برضو لعقوني جماعة كذا ظنهم مختربين ومختربين مختربين أي كمان صحبين شوية تحيلي كل المختربين يعني تحيلي المختربين بلاد كلهم الله يا أخي قال لي يا سلام بلايتوا بتمرضوا زينا بتلازل أنا وام مرضان لكن يعني عندزول هنا معاي وكذا قال لي يا سلام خذ صور معاي قلت يا أحمد في المستشفى قال لي أبتسم والله أنا كنت مرهق وشي اللي دولة كيف تسمت رجالة بس يعني ذكرته وش اللي تسمت جبري خاطر طرحته وشي عمدت ركذا صورنا والله يا ماجد صعبة يا أخي صعبة شديدة والله سمحك يا أخي سمحك يا أخي طبع المشاهدة الآن مترغبة ضلعوب تلقيك جمهور خاصة عندك يا بصمة خاصة وضلعوب قديني من نكاتها المرحضة نكاتها جميلة يا أخي والله معين يا ماجد يعني وقفنا فترة طويلة الكورونا والحاجات والبلد زائت الثورة والمرد الظروف لكن أستحضر ليك النقطة مخزون اللي يبدع قاعد اي لا بسيلا نشتغل لك قبل المخزون يعني المخزون ديل حصلت لون وفو حارة النسوان قامنا نسكنا قام العمدة شال صوت وقام عليه لما في النسوان دل دقاين دقاين فين واحدة يسمى زينة سمحة خلاص بعد ما انتهى النسوان دل دقاين مش عالي زينة بخطة صوت وضافة وقال لها زينة بالفاذحة اللي مرة السمحة ما بدقوا نهاية قال لها زينة بالفاذحة فياك النجاة يا أخي لكن يتمر بينا يعني كان في نقطة درعوت كان نقولها اللي احنا كننا قاعدين في شرع النيل النقطة مستحضرة لكن كان قلت لك يا أخي عليك اللي عبر الدوحة اللي تقوليني المشاهدين يكون الأطفال 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 أيوها قاعد في الشاشة بتاعت التلفزيون وبيحضر في التلفزيون فقام شنو قام يعني جالي أبوه قام قال له بابا بابا إنت يعني شنو راجل؟ أبوه طلع عيونه قدر الفناجين خلقه كلما قمت به جائبه من وين داري وزعه أطفال الراجل وهو بيقوم بدري ويدفع على المصاريف ويدفع حقالة اللحمة ويجيب الليل وقلبه مقتوع وهو مزول من البيت وهو بعمل الغاز ويجيب الكهرباء دراجل قال له دراجل قال له دراجل قال له إن شاء الله يقول ربنا يكبرني بقير راجل قدروا أمي أمه المسكة البيت تحيري كله امها البلادي أخي ايوه عمها البلادي رجعني للأمي يا أخي ربنا إن شاء الله يحفظ أمهاتنا ويحوم الأموات منه والله يقعد في قاعدة رضاوالدين ياس أكيف يا أخي يقعد في قاعدة رضاوالدين نحن قاعدة رضاوالدين أمسي قولت أخيين والله جبوا توثيل نحن نحن في ركضة شديدة والله يحفظكم جميعاً يا أخي وخلينا أمهاتنا ورحمنا لأمواتنا الله يديك العافية والدلعوض حبيثي صديق أخينا جايق بالآلين وين؟ جايق ضغوري حبابة قالي هنمشي لي وين؟ نمشي الحكمة نمشي الحكمة؟ حبابة الحكمة والله نحن في الشهر الكريم ذات ومحتاجين للحكمة ومحتاجين للتوحية ورمضان كمان كريم لكل الشعب السوداني داخل وخارج الوطن الحبيب بقول مصيبتك يوم بتفرج من مرض ما تفجع والغدر النزل سلم أمورك واخضع درباً إن تسال كن فيه لولا وأرجع الثانية البتمشي من العمر ما بترجع أوعك تبقى لين عمل إله شناف ورزقك فيه نظرات البشر ما تعاف يالب تسوي في العيب الزمن كشاف تخاف من الخلق من الخلق ما تخاف حجمك خل يوم وزن الرجالة تقيل وعرقك بش بيدك لمون من ديل تجارة اللاخرة مربح عليها ما في مثيل تجارة الدنيا خسرانه وربحه قليل قليب الشافع عيوننا للدموع كل يوم بتمسك كاب تصبحة حد مغلغة بالهجائع رابطة في الدنيا البقت في قلوبنا وجع الناب تلاحزنا بدوم لا فرحة بتكون سابتة طرف خلوا من نشين دوام حجوب والموت ماه معروف من عمايل اكتوب رايك قولوا لكن قولوا باسلوب سماح تلوش بتنجاب السماح قلوب جارك صون غولن وبرض بنوت حيك والني ما حباب انجض بينجض ميك البتفقد كان بيقى فوق جروش كان خيك يعوضك الله احسن من عوض زول زيك صاج الفتنة في ووعك توقد تعوس وما تبرى العوج للفارغة تمشي تكوس غدرك ياهو غدرك وان بقيت منحوس تموت فوق عرضك احسن من تعيش ديوس صفات الجعدي اوعك تزعليها تلم والناك صنبقت لا خير مش لا وتم سيرتك طيبة خلها للخليقة عم ورد المولى ارضاء البشر مهم رد المولى ارضاء البشر مهم أبشر الله أبشر الله أبشر الله أبشر الله أعواف أبشر بالحكمة للغذل سلام معي يا أخي يلطف الجوم ألخلتني جني أفلان صاقر الكوشة وسمى منّا من أطلا واسمه من نوشة ألخل الكبد من الفراغ محشوشة لهجا منه داخلات العقول في دوشة اسمه من أطلا والاسم المسقر منه وليها شواق زي شوق الأنيس للجنة كم شعرا متين بي اسمها وغنى كثيرا لكاتلب الحسرة وكثير الجنة أبشر الله خير والله ما بجيبوا التنافسك حتى في الأفلام ولا بلاقوها كانت من في الأحلام بريد من نوشة بذكر اسمها في الإعلام وكان ما بريد كآفر خالف الإسلام الخلاني أوزم في الشعر وأصف له جمالا يدخل الزول في فتيل ويقف له الخلاني أدعو في منامئة خفل يوم عربة عصر كل المصليين غفلوا ومن ملاكو حغرية وكثير وصافة غاصرة طرف ومرناعة ورقيقهافة باهي الجيد وناص عطلون سوية كتافة نايرة ولامعة مربوعة وعوالر دافة فدعة ودعجة أبر الساق مقرن نونة ناعمة وطاعمة عسلية وكحيل عيونة أنفها سيف وديسة غزير وبيضة سنونة سمحة وحلوة جزابة وسغيرة حنونة حفشل الله فتنه طبعا الريل وقدم الوز وزايدا محنك أما بقوله والدصافي بالغو جنه بقول حورية والشافيك حفشل الله حفشل الله أنت فريدة محتكرة الجمال من جيلك وجيلك كله ما أظن فيه وحده مصيلك مهما تكسي داخلين نحن جوافتي لك وتاني في قلبي أحرم ريد لوحده بديلك عفيف تنعفت قوله معيسة ليك شقيقة شوقيك شقة شرياني ونزفت شقيقة المين قامت بتعرف ألو لاقيقة ضحنة قلبي زي ضحنة مطاحين سيقة أبشر والله أبشر معومة ورقة بدجيدة الفهم ببساطة بساطة روحبة لهجة عسل نقاطة سهمها تغز في قلب العشوك خطاة صوت يقوقي في القمرية مو عياضة بحر الغافي فيك كبه ودفك شلالة والأدب والإحترام يا السمحة فيك دلالة جمال الكون داكمل فيك هل الهلال عينيك لين فينار المليل ملا آلا شتيال أدبابي للهب النسيم ميلها ربي المولى من خزن الجمال كيلها أبوها العندو سيف للون ولا شي يلها عاشقة ما خلى لو دمعه على سيلها ما تخسر بروشك وتمشي تصطلبيها لو دار تنصفل بس تمشي شور عينيها أنا الخلاني أوزن وحرفجر عليها قلبي الله حنون كل ثانية مشتاق ليها جاهل عيونة فتاكة وغرامها شبال متوجة في الجمال جات ولا الأجيال نايرا تكفشت للضف دي سكتال مقدد قلبي زي قد ديدة الغربان رسول الله كلا نساق نجد صالحة وقفام أليان دي زيها أصم ما لاقاني في مدومان بنات العاص مناز جبرى وبنات شيكان وقل لك يا خدي أجمل وحد في السودان بداوية لا دخلت شي قلام كيف طبعها خلق للضيفة نزل بالضيف يا صلاة لحظك منه بتراول عطيش ومصيف ورحتك عطرة تصبق للرسين وتكيف أبشر والله مونه عالتطقطك في اللبان وتقعقع ونور أسنانها في دمس الليالي بشعشع كب أنا تملكت في هواها وبقيت مترعرع كتيرا دمنت في قرامها وشي قيت متزعزع يا الله مين الواحد وعشرين في القوام دغرية الله اداها للناس في زمنها هدية ستريدي الممشي طلال سبيب قادرية أما أبن أصلا سافة بني عامرية أما أبن أبشر والله أبشر بالخير والله أبشر هذا الراياد هذا الخطير الراياد الشديد خلاص هذا بكالك أبصلك التحياص للغوافية هتليم داحها بابا هلزي مرحبتين حبا هتليم داحها بابا هلزي مرحبتين حبا الله يزنون يشوف السادة وضلعوض كلمنا عن برنامج قبضتك أنك برنامج ما شاء الله عبر الميديا برنامج جميل تظهر متفرد والله محتوى صناعة محتوى جميل حبيب والله والله يا ماجد يا أخي برنامج قبضتك أنا أول حاجة يعني من زمان أنا كان بتمنى يكون عندي تجربة إعلامية عندي ميولة الإعلام لكن شنو يعني ما داينا يكون الإعلام الجاد زي البرامج الإعلامية الجادية وأنا زال ضرامي صح قلت أعمل لي تجربة يكون فيها الحسة البرامي كده يعني الحسة الفكاهية حسة الفكاهية أيوة يعني تجربة تكون مختلفة بصديفة المشاهير ولا؟ بصديفة أيضا المشاهير والشخصيات العامة الشخصيات العامة أيوة اللي أثر على المجتمع أيوة وأعمل حسابك إن شاء الله ما قبضت لا لا بتقبض الله يصحي درحتيدي بس خليني قابلي بس أعمل حسابي ونقولك إن شاء الله ما ببطتك والبرامي والله يا أخي فكرته بسيطة ومبسطة لكن معناها كبير الفكرة كبيرة شديد لكن الطرح اللي أنا بقدمه بيه طرحي بسيطة عشان كده البرامجي دي قبل وبقى عنده قبول وعنده غبول شديد الله الحمد ورد العالمين الحمد ورد العالمين أنت ذول ربنا الغبول الغبول ده ربنا ما بديه ذول أنه غبول ده ربنا إش هاتفيك مجروحة والله الحبيب يا أخبي والله ما قد أمو ولا كي سيئت تلي كده المشاهدين لا لا والله إخد أمو زين جميل يا حبيب يا قالي الله يدك العب يلا القبضة أنا حقيقة البرامج هو يسم على يسم يعني زي ما أقولك يسم على مسمى يعني أنا الضيف ما أبدأ ربليه تلفون ما أبقول لها غبضك بقبضه حقيقي يعني أنا الضيفي مرات بلقاه في مخبز مرات بلقاه في صالون مرات بلقاه في الشارع على حسب الشخصية بتصادفني أنا طوالي بقبضه وبقربه لجمهوره الفكرة بتاعت البرنامج يقام على أن البرنامج فكرة يعني توسيضية وتعريفية يعني أو بنعرف الجانب التاني من الشخصية المشهورة والشخصية العامة صاح الله دي الفكرة كلها جائمة دي الفكرة كلها أيوه وكان في رابط عمل بينك كان وحد جاي المسل الفاسفيد وحد الإزاع أنا لونت بنكك ويته عندك تنكك أيوه دي فرصة دي فرصة دار عارف أنا فعلا كان اشتغلت لطبيق بنكك اشتغلت دراما كده للأمانة وخلينا أوضح للناس وهو ده ما يعلان يا جمع وعنا ناس مفتكراه وإعلان هو ما يعلان هو ما يعلان هو القصة كلها يعني أننا عملتها تطبيق بنكك تعريفة ذا الكاركتر بتاع ذلك قلت يا أخوان ناسي التطبيق ده يعني بتيجي في ودراما يعني لأنه حاجة يعني جديدة على الشخصية ودلعوض ما علينا الطيب العاوض الشخص العادي يعني ودلعوض مكين جديدة على الشخصية ودلعوض الكاركتر بتاع ذلك الكاركتر هاي أيوة زول ودلعوض شخصية ودلعوض زول بسيط زول ريف كذا أيوة يعني عملنا التطبيق ده ما عارف له أي حاجة شاهدنا العمال دي عبر الميديا أيوة عملته نجحة الحمد لله كانت فكرة بسيطة ونجحت لكذا عارفه محجج يعني غنى لطبيق بلتك يعني كان إعلان ولا كان شوية محجج واشتغلت لأدوراي ولا قبلية ذلك يعني بذاته هكرا سيكوني فجأة كانت 2022 تغريبا كذا عملنا بأوراي معنا بأوراك والله مشاهد الكريم ما يعود بحلقة ثانية مع الوستاذ ودلعوض لأنه يا دابن إحنا نتشينة مع ودلعوض ذول الإنسان المرهب ذول الفرحة ذول الفكاهي جدا فنحيي ناسنا ونحيي أهلنا وإن شاء الله في حلقة غادمة ويختم لينا بحجاج بأغنية تانية رطب بين باجي والله أنا خليه بس المخرج بأبديني دقيقة يا المخرج أنا أحيي كل من يعرف ودلعوض وكل أهلي ووزرتي الكبيرة والصغيرة وحبايبي وأصدقائي وأصدقائي وناص صفحات على التوك توك وعلى الفيسبوك وعلى الميديا كلها بقول لهم أمضان كريم عليكم الصم وتفطر على خير وشكرا يا ماجد يا أخي للمساحة الجميلة الله يذكر عافية صديق عبدالرحيم والجابرابي والدجنة حبابك الله حبابك الله بالجابراب والمحمية قريب ونهر النيل وكل من يعرف صديق عبدالرحيم عبروا واقع التواصل الاجتماعي أو الواقع المعاشي بقى التحية والله يا أخي وحجاج تحياتك والله كيف ترد؟ والله يا أخي تحية للأسرة الكريمة والتحية لأي زول بارك محمد أبو حجاج والتحية للناس اللي بيسمعوا لي وفي ناس يعني اندعمونا يعني طبعا الموضوع إن كنت تتشهر الموضوع ما بالساهل لكن في ناس أنا عندهم حاجة علي وماذا يريد أقول يعني أسمع لأنه ما بقدر هي فضل مناصر صح الله تحية لهم جميعا تحية جميعا تحية لأسرة ثاني لك التحية والله يا خلديك العافية تحية للمشاهد الكريم وخلف الكواليس الرحمن ثاني كريم عليكم والصم وتفتروا على خير الله يديك العافية أصدر غوافي التحية للتيما العامل ببرنامي دوحة الإبداع والتحية لأهلنا في شمال الكردفان وغرية مداسيس عامة تحية لجماع الكردفة والله يا لك التحية من إليكم الباغر الشمبل يعاوض أخوه والتحية للشعب السوداني عام لك التحية والله يا أخي مشاهد الكلمة تحت حلقتنا اليوم إلا نلتغي في حلقة عادمة مع الأستاذ أبو حجاج اختملينا بلاحن جميل واغنية جميلة أبو حجاج اختملينا بشنو؟ برضو لسر أبو النور برضو سر أبو النور والله يسير عرفتك مسيطر لك التحية والله إنت دوحاتنا جيجا يا جاي ينجيك في البيت الجنة في الدوحة أخي التحية ورمضان كريم وللأسرة الكريمة يا أخي الله والتحية يا أخي نسمعوني شنو؟ صيد البطانة كذلك اللي مهم إن شاء الله يطرعنا وإن شاء الله يطرعنا إن شاء الله يطرعنا قبل قال أشوفك هسي أطرعنا يطرعنا ويشوفنا كله يا أخي لكم التحية يا جمال سعد تباكم جدا للوضع في حلقة عادمة إن شاء الله في أكبر سعادة معنا الله يدك العافية سيد البطانة كذلك اللي مهم سيد البطانة كذلك اللي مهم إن شاء الله يطرعنا كذلك اللي مهم سألتك يا أخي سألتك يا أخي سألتك يا أخي يجينا يوم طلع ألا تضيري بطلع خلاني بد كله كذلك اللي مهم سيد البطانة كذلك اللي مهم إن شاء ما يطرعنا كذلك اللي مهم سيد البطانة كذلك اللي مهم سيد البطانة كذلك اللي مهم إن شاء الله يطرعنا كذلك اللي مهم سيد البطانة 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 كذلك اللي مهم سيضل بطانة قدي كلمو إن شاءت لا يدرانة قدي كلمو سهلتك يا الله أنا سهلتك يا الله يجينا يبطلة بشترف دلة خلاني بتكلة قدي كلمو سيضل بطانة قدي كلمو سيضل بطانة قدي كلمو إن شاءت لا يدرانة قدي كلمو حاولت جوالو أنا حاولت جوالو قافلو بس مالو الكاوي عزالو الساعة بشوالو قدي كلمو سيضل بطانة سيضل بطانة قدي كلمو سيضل بطانة قدي كلمو إن شاءت لا يدرانة قدي كلمو سيضل بطانة قدي كلمو سيضل بطانة قدي كلمو سيضل بطانة قدي كلمو إن شاءت لا يدرانة قدي كلمو موسيقى موسيقى سيضل بطانة قدي كلمو سيضل بطانة قدي كلمو سيضل بطانة قدي كلمو سيدا القطعنا يدي كالنوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة